مرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وأنوان حلقتنا الجهل نور في الإسلام والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب هل هناك دليل على أن النبي كان لا يقدر على القراءة والكتابة؟ الإجابة قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطورة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر إلى آخر سورة الأعراف 157 قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى الأمي قال ابن عباس كان نبيكم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب وهنا بيستشهد على أمية محمد من فين؟ من الطورة والإنجيل بيقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطورة والإنجيل وأنا هنا عندي بصراحة مشكلة طيب انتوا روحوا دوروا كده الطورة والإنجيل ما فيهاش سيرة محمد أصلا حتى يعني انتوا شوفوا بنفسكم طيب لما يروحوا يدوروا ما يلاقوش مكتوبا عندهم دي يقولك أصلا انتم محرفين محرفين الطورة والإنجيل طيب لما هم محرفين بيقول تجدونه ليه؟ يعني هو بيقول تجدونه وإحنا مش بنلاقه ما نلاقهوش تلاقيه يبقى يبقى محرف فيقول كده تجدونه إزاي مكتوب عندهم وهو متحرف يقول كده ابن عباس قال ابن عباس نبيكم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب أم ملك كان مسك تجارة خديجة إزاي؟ وخلينا نكمل الإجابة قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إلى عن كبوت 48 وقال ابن كسير رحمه الله في تفسير هذه الآية الأخيرة ثم قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك أي قد لبست في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وهنا يعني معروف عند الإخوة المسلمين أن مدينة العلم بابها عليه ورسول كان متربي في بيت عليه إزاي واحد متعلم زي علي يعني والتاني زي الرسول كده مش متعلم هل الرسول يعني ما كانش لي في التعليم ما فيه عيال كده بتهرب من المدرسة متحبش تتعلم هل الرسول كان من ضمن الناس دي اللي متحبش تتعلم وخلينا نكامل للإجابة هكذا صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطورة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية وهكذا كان رسول الله دائما إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له الكتاب يكتبون بين يده الوحي والرسائل إلى الأقاليم قال تعالى وما كنت تتلق أي تقرأ من قبله من كتاب لتأكيد النفي ولا تخطه بيمينك لتأكيد أيضا وقوله تعالى إذا لارتاب المبتلون أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأسورة عن الأنبياء مع إنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هو لو كان متعلم والناس عرفة إنه مش بيكتب ولا يقرأ كانت الناس هتشك فيه ليه طيب إنه بيغش من الكتب اللي قبله أول حاجة مش شرط أنت عشان تحكي حكاية تكون متعلمة وبتقرأها هو كان عايش ومع يهود ومع مسيحيين وبيسمع ناس كتير ولا يعني ناس كتير خالص بتعرف كل ده منش بتعرف تقرأ وتكتب أصلا وعندها حكاية كتير وخلينا نكمل الإجابة قال عز وجل هو الذي بعث في الأبيين رسولا منهم يطلع عليه آياته إلى آخر سورة الجمعة 2 قال الكرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الأميون الذين لا يكتبون وكذلك كانت قريش روى منصور عن إبراهيم قال الأمي الذي يقرأ ولا يكتب رسولا منهم يعني محمد وكان أميا لا يقرأ من كتاب ولا يتعلم قال الموردي فإن قيل ما وكه الامتنان في أن يبعث نبيا أميا فالجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها لموافقته ما تقدمت به بشرة الأنبياء الثاني لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم الثالث لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من الكتبة التي قرأها والحكم التي تلاها قلت وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته وده ملخص من تفسير الكتب وهنا استشهد بصورة الجمعة الثاني اللي هي بتقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم مؤكد أن الرسول أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب وسأله يعني إيه وكه الامتناي يعني مبسوطين قوي ليه كده أنه هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب قال أنه يكون أمي دي أول حاجة عشان يوافق بشرط الأنبياء اللي محدش سمع عنها أصلا بس يعني هم قالوا كده تاني حاجة علشان ينفي عنه سوق الظن أنه بيعرف يقرأ ويكتب ويغش من الكتب السابقة تالت حاجة أنه إيه عشان يكون جاهل زيهم منهم فيهم يعني كده وقريب ليهم طيب كويس أنا هنا بقى هسأل سؤال قبل منهي الحلقة شوفوا معايا السؤال اللي أنا هسيبه في سحيل بخير كتاب المغازي ده بعمرة القضاء يقول لنا إيه عن أبي إصحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي في زلقعدة فأبأ أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها سلاسة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاد عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر لك بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد ابن عبدالله فقال أنا رسول الله وأنا محمد ابن عبدالله ثم قال لعليه ابن أبي طالب رضي الله عنه امحي رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب يبقى شوفوا إزاي ليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاد عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب يبقى الرسول قال لعلي امحي رسول الله قال له لا والله أنا ما حكش أبدا فراح الرسول يقول لنا أخذ الرسول كده الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قد عليه طيب انتو دلوقتي هتحلوها ازاي وكمان انا هوريكو حديث تاني يقول ايه رأيت ليلى اسري يا بي على باب الجنة مكتوب الصدقة بعشرة امزلها والقرد بثبانية عشر فقلت يا جبريل باب القرد افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرد لا يستقرد الا من حاجة والتصح قدامكم على الشاشة يعني في حديث انه كتب وفي حديث تاني انه قرى اللي هو مكتوب على باب الجنة هل في واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب هيمسك تجارة والله يقول له ليك الخمس طب هيحسب الخمس ازاي ازاي لو مش بيفهم الخمس والربعة والتجارة فهو كتب وقرى ودلوقتي انتو هل يعني انتو عايزين تأكدنا ان الجهل نور في الاسلام وبرغم ان في دلائل بتقول ان الرسول كان بيقرأ ويكتب والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة